ساليسبورغ النمسا، لها أجمل إطلالة على ضفاف نهر سالزاك، ويحيط بها جبال الألب الشهقة، مع مناظر خلابة تسحر السياح. تم إدراجها على قائمة مواقع التراث العالمية لليونسكو، للكثير من المباني الباروكية والشوارع العريقة المرسوفة بالحصى. حدائقها الجميلة مثل حديقة ميرابيل تطفي على المدينة طابعاً ملكياً وجواً من الفخامة. في هذا الفيديو سنتعرف على أولاً أفضل الوجهات التي تستحق الزيارة ساليسبورغ ثانياً أهم المعلومات التي ستساعدك في رحلاتك مثل التقس المواصلات وأفضل الأسعار للفنادق والمطاعم وغيرها أولاً أجمل الأماكن واحد المدينة القديمة تشتهر بشوارعها المرسوفة بالحصى والمباني الباروكية الرائعة البيوت الملونة والمتاجر التقليدية تطفي على المنطقة طابعاً ساحراً قلعة هوهان ساليسبورغ التي تطل على المدينة من أعلى التل توفر إطلالات بانورامية رائعة على المناظر الطبيعية المحيطة منزل موزارت الذي أولد فيه الموسيقر الشهير يعد مقصداً مهماً لمحبي الموسيقى والتاريخ الأسواق المحلية تعرض منتجات يدوية تقليدية ومأكولات نمساوية شهية الجسور التي تربط ضفتي نهر سالزاك تقدم مشاهد رومانسية خاصة عند الغروب المقاهي التنزه في أزقة المدينة القديمة يكشف عن مفاجآت معمارية وفنية في كل زاوية اثنان حديقة ميرابل واحدة من أجمل الحدائق في أوروبا تتميز بتصميمها الباروكي الرائع تمتد الحديقة على مساحة واسعة وتضم تنسيقاً مذهلاً من الظهور الملونة والنوافير الراقصة تمثيلها الجميلة المستوحاة من الأساطير الإغريقية تضفي على المكان جواً ساحراً مسارات المشي المضلالة بالأشجار القديمة توفر بيئة هادئة ومريحة للتنزه قصر ميرابل التاريخي يطل على الحديقة مما يضفي على المكان طابعاً ملكياً فخماً يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة الظهور الموسمية التي تزين الحديقة بألوانها الزاهية حديقة ميرابل تعد وجهة مثالية للاستراحة والاستمتاع بالطبيعة في الأمس قمنا ببث مباشر من قلبي ساليس بورغ وسنضع الرابط في الوصف ثلاثة قلعة هوهن بيرفين واحدة من أجمل القلاع التاريخية في النمسا تقع على قمة تل يطل على وادي سالزاتش الخلاب بنيت في القرن الحدي عشر وتعد من أهم المعالم السياحية في النمسا تقدم إطلالات رائعة على المناظر الطبيعية الخلابة يمكن للزوار استكشاف الأبراج والحصون والقاعات الملكية التي تحكي قصصاً من التاريخ القديم الحدائق المحيطة بالقلعة توفر مكاناً مثالياً للتنزه والاستمتاع بالهواء الطلق أربعة حديقة الحيوان هي واحدة من أجمل وأشهر حدائق الحيوان في النمسا تمتد على مساحة واسعة وتضم مجموعة متنوعة من الحيوانات من جميع أنحاء العالم يمكن للزوار مشاهدة الحيوانات البرية مثل الأسود والنمور والدبابة بالإضافة إلى الحيوانات المحلية كالغزلان والمعز الجبلي الأقفاص والمناطق المفتوحة مصممة بطريقة تحاكي بيئة الحيوانات الطبيعية حديقة الحيوانات توفر أيضاً مناطق تعليمية وترفيهية للأطفال مثل مناطق اللعب والمعارض التفاعلية التي تشرح الحياة البرية مما أجعلها من أفضل وجهات العوائل في النمسا مسارات المشي الطويلة تتيح للزوار استكشاف الحديقة بسهولة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية المحيطة لا تنسى مشاهدة باقي فيديوهات النمسا في قناتنا فيينا زيلامسي هالستات كابرون إنس بروك والروابط في الوصف 5- كابرون هي قرية جميلة تقع في منطقة ساليسبورغ تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة والأنشطة الخارجية المتنوعة تحيط بها جبال الألب الشاهقة مما أجعلها وجهة مثالية لمحبي التزلج في فصل الشتاء قمة كاتسيش تاينهورن الجليدية توفر فرصاً رائعة للتزلج على مدار السنة وإطلالات بانورامية لا تضعها بحيرة زيل القريبة تضيف لمسة من السحر الطبيعية المسارات الجبلية تتيح للزوار استكشاف الطبيعة والاستمتاع بنزهات مريحة بين الغابات والمروج القلاع القديمة والمعالم التاريخية تضيف بعداً ثقافياً إلى زيارة كابرون ستة كهف الجليد واحد من أكبر وأروع الكهوف الجليدية في العالم يقع في منطقة ويرفن على ارتفاع يزيد عن 1600 متر فوق مستوى سطح البحر يمتد الكهف على طول 42 كم واتميز بتشكيلات جليدية مذهلة تتغير أشكالها باستمرار يمكن للسياح استكشاف الكهف من خلال جولات منظمة يتم فيها المشي عبر ممرات جليدية وأدراج خشبية الأضواء المثبتة داخل الكهف تطفي على التشكيلات الجليدية جمالاً إضافياً الوصول إلى الكهف يتطلب ركوب التلفريك ومن ثم المشي لمسافات قصيرة المناظر البانورامية من المنطقة المحيطة بالكهوف توفر إطلالات خلابة على جبال الألب والوديان المحيطة شارك الفيديو مع من ستسافر إلى ساليسبورغ معه ثانياً أهم المعلومات واحد ما هو طقس ساليسبورغ وأفضل وقت للزيارة تتميز ساليسبورغ بمناخ معتدل وصيف دافئ وشتاء بارد الصيف يمتد من يونيو إلى أغسطس ويكون الطقس دافئاً بدرجات حرارة تتراوح بين 15 و25 درجة مئوية الشتاء يمتد من ديسمبر إلى فبراير ويكون الطقس بارداً مع درجات حرارة تتراوح بين ساليب 5 و5 درجات مئوية أفضل وقت لزيارة ساليسبورغ هو من مايو إلى سبتمبر حيث يكون الطقس لطيفاً ومناسباً للأنشطة الخارجية واستكشاف المعالم السياحية اثنان ما هي خيارات الفنادق في ساليسبورغ وما هي أسعارها؟ فنادق ثلاث نجوم توفر إقامة مريحة بأسعار تتراوح بين 70 و120 دولار فنادق أربع نجوم تقدم خدمات جيدة بأسعار تتراوح بين 120 و200 دولار فنادق خمس نجوم توفر فخامة وراحة فائقة بأسعار تبدأ من 200 دولار وتصل إلى 400 دولار ثلاثة ما هي تكلفة تناول الطعام في المطاعم في ساليسبورغ؟ المطاعم الشعبية والمحلية بأسعار تتراوح بين 15 و30 دولار المطاعم السريعة بأسعار تتراوح بين 10 و20 دولار المطاعم الفاخرة بأسعار تبدأ من 50 دولار وقد تصل إلى 150 دولار أربعة ما هي أفضل الأسواق في ساليسبورغ؟ سوق جرين ماركت، سوق تشيرين تورم، سوق نيكولاوس، كيرشين بلاتس خمسة ما هي المدة المثالية لقضاء عطلة سياحية في ساليسبورغ؟ ينصح بقضاء ما لا يقل عن أربعة إلى سبعة أيام في ساليسبورغ للاستمتاع بالمعالم السياحية والثقافية المختلفة وزيارة الأماكن التاريخية والطبيعية ستة ما هي المنتجات التقليدية والهدايا التذكارية التي تشتهر بها ساليسبورغ؟ الشيكولاتة النمساوية، الحرف اليدوية المحلية الملابس التقليدية، الأطعمة المحلية مثل الجبن والنقانق سبعة هل مياه الصنبور آمنة للشرب في ساليسبورغ؟ نعم، مياه الصنبور في ساليسبورغ تعتبر آمنة للشرب وتلبي المعايير الصحية العالمية ثمانية، ما هو متوسط أسعار البقالة في ساليسبورغ؟ متوسط تكلفة البقالة الأسبوعية لشخص واحد يتراوح بين 40 إلى 70 دولار أمريكي تتأثر هذه الأسعار بنوعية الأطعمة ومكان الشراء تسعة، ما هو متوسط سعر الطيران الداخلي في النمسا؟ يمكن تقدير متوسط السعر بين 50 إلى 150 دولار أمريكي للرحالات الداخلية عشرة، هل ساليسبورغ مدينة آمنة لسياحة؟ نعم، ساليسبورغ تعتبر واحدة من المدن الآمنة للسياحة في أوروبا مع اتخاذ الاحتياطات العادية في الأماكن العامة والمزدحمة 11. ما هي وسائل المواصلات في ساليسبورغ وكيف يمكن استخدامها بشكل اقتصادي؟ الحافلات تتراوح بين 2 إلى 4 دولارات للرحلة الواحدة 11. القطارات تربط المدينة بالمناطق المجاورة بتكلفة تتراوح بين 10 إلى 30 دولار للرحلة القصيرة 12. التاكسي وخدمات النقل بالتطبيقات تبدأ تكلفة الرحلة من حوالي 2 دولار للكيلومتر الواحد 13. السيارة المستجرة يمكن استئجار سيارة بتكلفة تتراوح بين 50 إلى 100 دولار يومياً 13. اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد